سلام عليكم. في فيديو ما راجعت مسلسل في الهالة. انا اتكلمت عن اجندة جديدة من اتفلكس بتحاول تناقشها. فجالي الكومنت الظهر قدام حضراتكم ده اللي هو بيقول لي دلوقتي دي ثقافتهم وعدادهم مش عاجبك ببساطة ما تتفرجش. قلت بقى بدلا ما هدخل هاتي معها في الكومنتات لوحده لان اعمل فيديو واتكلم عن الموضوع ده واندردش يعني مع بعضين وشوي. اولا انا حاببا اقول لصاحب الكومنت ده انت غبي. ما تزعلش مني يعني بس انت فعلا غبي. ليه? لان انت ما حاولتش يعني تدور اصلا انا بتكلم في ايه? انت رفعت رأيت ان انت الشاب المتفتح اللي بيقمن بعدات الغير والكلام ده كله وجيت تهاجم على طول من غير حتى ما تدور. انا اصلا بتكلم في ايه? كده يعني خلاص هي للوقتي بتتختم وهتجيلك. اكيد لأ يعني حتى انت لو في يوم الايام ربنا كرمك يا سيدي وروحت عشت في دولة من الدور الغربية دي. هل هيعملوك معاولة ان انت واحد منهم? لأ برضو هتفضل بالنسبة لهم العربي الراجعي اللي جاي غير الحاجات اللي هم مشيين عليها وهيبقوا متضايقين من وجودك معهم. ولكن خلونا بقى نرجع للاجندة الجديدة اللي نتفلكس بتناقشها. نتفلكس في مسلسلين في شهر واحد عملت ان ايه دلوقتي بنجيب واحدة مسلمة وبنخليها تدخل في علاقة مع حد غير مسلم. في مسلسل الموضوع ده حصل يعني في مشهة طفيف كده ممكن اصلا ما تكونوش خدتم بالكم منه وتتفرجوا. انما في فيكنج بالهلة الموضوع جاي واخد وقته وفي طريق السرد ويعني عشنا معاه شوية كويسين. ودي طبعا حاجة بقى من اخطر الحاجات اللي موجودة. يعني هم بيتكلموا عن شزوز وبتكلموا عن بلا ازرق كتير. ولكن بنتقولوا ادي عاداتهم وتقاليدهم احنا ملناش دعوة. انما دلوقتي هول موضوع بقى ليه دعوة بنا لان هما بيتكلموا دلوقتي عن المسلمين اللي هما احنا. يعني هما الاول نجحوا في ان هما يعملوا فتنة بين الراجل والستة عندنا لغاية ما بقى خلاص بيكرهوا بعضهم. فقال لك بقى بعدين ايه? احنا نشيل بقى الراجل العربي ده خالص وننزل بقى بالرجل الاجنابي بتاعنا بقى المتحضر اللي بفهم في حقوق المرأة واللي هيسيب المرأة بتاعمل اللي هي عايزها والكلام ده كله. فنجحوا في الاجندة الاولى بتاعتهم من هما التفرقة. جاي بقى دلوقتي يحط لك الاجندة اللي هو عادي يا جماعة ده الحب الحب يعني ايه علاقة الحب بالدين. يعني حتى في فنانة كده من من كام يوم طلعت برضو تقول تصريح اللي هو ما عادي يعني المسلمة ممكن تتجاوز حد مش مسلمة يا جماعة ده الحب والحب يعرف دين. فهي دي بقى الاجندة اللي انا كنت بتكلم فيها. اللي صاحبنا جاي يقول لي دي عددهم وتقاردهم من غير اصلا ما يشوف انا بتكلم في ايه? لا هو جايب يهاجم على طول. لا 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 دي دلوقتي بقت مشكلتنا احنا لان هو يعني جات في اول عمل بحاجة طفيفة جدا كده. انما جات في العمل التاني بحاجة ظهرة بقى والموضوع بقى واضح وصريح. مسلسلين كمان هتلاقي برضو الموضوع فيه بيكتر 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 رغايا ما نلاقي نفسنا ان بقت كل الاعمال كده بقى وايه والدنيا ماشيت عادي وتبدأ الناس تصدق في الموضوع واللي هو يعني يا جماعة مفيش حاجة. ولكن عموان سواء اجندات غربية سواء اجندات تبعنا اي حاجة انا كده كده من وجبي اول ما اشوف حاجة غلط وضد ديني لازم احذر اقول يا جماعة ده غلط. ليه? لان انا دلوقتي في اخر المراجعة بتاعت اي حاجة بعملها باجي اقول لك في الاخر يستحق المشاهدة ولا لا. فممكن اجي مسلا حاجة فيها شزوز حاجة فيها اي حاجة واجي انا في الاخر بتبقى حل ولا يتتشاف. فاجأة اقول لك في الاخر ايه? ده يستحق المشاهدة. اقول لك يعني ينفع اقول لك يستحق المشاهدة. من غير ما حزرك ان هو فيه كزا وفيه كزا من غير محزرك ان هو فيه تلاب عقلي ممكن يحصل لك. ولا لازم يبقى حزرك عشان لما اجي في الاخر اقول لك ده يستحق المشاهدة تبقى انت عامل حسابك. نوع اه يستحق المشاهدة ولكن برضو في الحاجات دي. فلازم احذرك ده من وجبي ما ينفعش يبقى شايف غلط وساكت عليه لان ده دلوقتي ده شغلي اللي انا هتحاسب عليه فانا عايز لما اجي هتحاسب على الشغل اللي انا بعمله ده ابقى بريء ان انا جيت قلت لك والله ده كان فيه حاجات غلط بتحصل ابقى انا عملت حاجة على النقطة دي ابقى انا وجهت الانظار عليها بحيس الناس اللي بتتفرج علي وبتيجي تتفرج على الحاجة تبقى عارفة والموضوع يبقى واضح. فهو ده انا يعني هو ده انا وهفضل ماشي بنفس ده دايما لما يبقى فيه اجندات لازم هتكلم عنها سواء بقى اجندات خاصة بمجتمعهم خاصة بمجتمعنا اي حاجة غلط لازم واجي واتكلم عليها وهذا ما هو انا عليه ومش هيتغير يعني فاي حد بقى شايف ان آآ عادي والاجندات وان الحب معلوش دين وان الشزوز عادي وان كل الحاجات دي واعداتهم وتقالدهم ومناش دعوة الكلام ده فخلاص كده يعني المحتوى بتاعي بقى مش هايبة مناصب معك انت راجل متفتح وانا راجل راجعي شوية فسمحني بقى يعني دلوقتي المحتوى شايبة مناصب معك بقى الحاجات اللي انا بقول عليها ان هي دلوقتي غلط انت شايفها صح فكده هيحصل في اختلاف وجهات النظر ما بيننا فلازم اوضح لازم اوضح ان انا دلوقتي انا مين انا بعمل ايه وانا نظام شغلي ازاي عشان لما يجيلي كومنتات تاني بقى من نفس النوعية دي اجيب له الفيديو ده اجيب له اللينك ده احطه او انا ده يعني انا ده بقى بدل معه اهاتي معه في الكمنتات عشان الناس المتفتحة كتر وجامد اليومين ده ارجو بس من الجميع يعني اللي هو اقف بس دقيقتين كده مع نفسك وفكر هل ايه الصح يعني فكر بقى عقلك مش لازم بقى سيبك من كلامي يسيبك من الكلام اللي ضدي يسيبك من اي حاجة يعني لما تشوف حاجة من الحاجات دي اقف بس انت وفكر كده شوية اللي هو يشوف ايه الصح يشوف انت قلبك هيوديك لايه? ارجو ان انا يعني تكون وجهة نظري وصلت. انا مش عايز اي حاجة من الفيديو اللي انا عايز بقى مشتركين ولا عايز مشاهدات ولا اي حاجة انا عامله عنوان الفيديو زي ما انتم شايفين كده مفيهوش اي حاجة تشد مفيهوش اي حاجة مع ان انا كان ممكن اطلع به ترند يعني انا كنت ممكن بقى حط بقى عنوان خطير بقى وصورة مصغرة خطيرة والكلام ده كله يحيس ان انا اطلع ترند ولكن لا انا مش جاي اعمل ترندات انا جاي اوضح حاجة و جاي ادي نصايح للناس وارجو ان يكون الكلام يوصل لكم وتكون عراقته السيستم بتاعي ماشي ازاي وشوفكم تاني في فيديوهات جاي كتير ان شاء الله السلام عليكم